للمزيد ينضم إلينا من غزة محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يا سيد محمود بالنظر إلى بنود وقف إطلاق النار ما هي ضمانات عدم عودة الخرق الإسرائيلي لذات البنود التي خرقتها مرارا ليس هناك ضمانات نحن تعودنا على أن هذا الاحتلال أسهل ما يكون أن يجري خرق باتفاق التهدئة حيث هذا الاتفاق جرى الحديث حوله منذ عدوان 2014 النقطة الأولى كانت وقف إطلاق النار متزام ومتبادل والقضايا الأخرى يجري الحوار حولها ومنذ ذلك الوقت حتى الآن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن لديه استعداد للحوار حول القضايا الحياتية والإنسانية لقطاع غزة ولا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وبالتالي ليس هناك ضمانات لأن هذا الاتفاق هو وقف إطلاق النار لن يدوم طويلا هكذا تحدث الجيش الإسرائيلي لمن هذه الكلمات للفصائل للداخل الإسرائيلي أم للسلطة الفلسطينية هذا الكلام أولا لحكومة نتنياهو ولأهداف سياسية وأيضا للداخل الإسرائيلي حيث نتنياهو يريد أن يثبت بأنه أكثر يمينية من كل الأحزاب الإسرائيلية التي تتحدث عنه أنه يهادن المقاومة أو يخضع للمقاومة يريد نتنياهو أن يؤكد بأنه غير ملتزم أو بالقريب العاجل يمكن له أن يخرق هذه التهدئة لأنها أساسا بنيت على ما هو هش وضعيف ليس هناك تأكيدات وإطمئنان لدينا بأن نتنياهو وحكومته يمكن أن يلتزموا بما تم التفاهم حوله الأساس في الموضوع مسألتين الأولى نراهن على أن الإخوة المصريين يكون لهم دور ضغط أعلى وإلزام بشكل أكبر للاحتلال وأيضا نراهن على المقاومة بأن يكون هناك وحدة موقف والتصدي لأي عدوان جديد يا سيد محمود أيهما أقرب رفع الحصار عن قطاع غزة أم رفع العقوبات أم أن الأمرين لن يتحقق نحن بحاجة للأمرين نحن نناضل من أجل المسألتين وبالطبيعي أن يكون الأقرب هو رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة لأن قطاع غزة بهذه التضحيات الكبيرة والعالية والأكتاف العريضة لحمل المشروع الوطن الفلسطيني يستحق أن يكون هناك رعاية واهتمام وليس وجود إجراءات عقابية وأيضا معا يجب أن نناضل من أجل رفع وكسر هذا الحصار عن قطاع غزة لأن هذا النضال جزء من النضال الوطني الفلسطيني بشكل عام وليس نضال فقط من أجل قطاع غزة والحياة الإنسانية هنا في خصوصية لأن الحصار مطبق على قطاع غزة ولكن يأتي هذا النضال في الإطار الوطني العام وبالتالي هذا يجب أن يكون مسألة متوافقة عليها ومسألة تشكل حالة إجماع للكل الوطني الفلسطيني لأن قطاع غزة يجب أن لا يترك وحيدا يتم الاستفراد به وأي محاولة وعمل من أجل كسر المقاومة يعني ضياع قطاع غزة إلى المجهول هذا يجب أن يكون محط اهتمام وحرص تماما كما صرح رئيس الوزراء بإرسال مساعدات واهتمام لقطاع غزة وأيضا رياض منصور في الأمم المتحدة هذه خطوات مهمة ويجب أن تستأنف برفع كامل الحصار الإجراءات العقابية عن قطاع غزة شكرا جزيلا محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به